اهلا بحضراتكم في هذه التغطية اعلن فريق لطبال اسبانيا المسؤول عن اول عمليات حقن مجهاري بالروبوت نجاح عمليات ولادة اول طفلتين يتمتعان بصحة كاملة تم حقنهما بوسطة الروبوت وباستخدام ذراعي بلاي ستيشن 5 بدأت الفكرة عن طريق دوارد ألبا طالب هندسة شاب انشأ قدما اليا واستخدم ذراع البلاي ستيشن في توجيهه بالشكل الكامل في العملية المجهرية ولم يكن ادوارد ألبا القايم بعمليات الحقن لديه الخبرة الطبية في العملية والتي تمت تحت اشراف تقم طبي وبناء ان عليه استخدم ذراع تحكم بلاي ستيشن 5 لعملية الحقن حيث يقول ألبا انه كان هادئا في تلك اللحظة وتعامل مع الامر على انه مجرد تجربة لذلك لم يكن خائفا وولدت نتيجة عمليات الحقن المجهري بالروبوت طفلتين في صحة كاملة وخضعتها لكامل الفحصات الطبية اللازمة وأثبت نجاح العملية وبحسب جيان بيرو بليرمو الطبيب المشرف على عمليات الحقن المجهري في مركز ويل كورونيلا الطب يقول هي خطوة غاية في الاهمية في الطريق لتحويل عمليات الحقن المجهري إلى عملية تدار بالكامل بالروبوت بدلا من التحكم فيها باليد ولكن نظرا لكون هذا العلاج مثل التلقيح الاصطناعي أو الإخصاب في المختبر فإنه يظل علاجا لا يستطيع تحمله سوى الأثريع في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تبدأ علاجات التلقيح الاصطناعي من 20 ألف دولار لجلسة زرع واحدة ثم ترتفع حسب التقنية والطبيب ومركز التلقيح الصناعي ولهذا السبب كان الأطباء والباحثون الطبيون يحاولون التوصل إلى طرق ميسورة التكلفة للتعامل مع عمليات التلقيح الصناعي والتي تتمتع بفرص أفضل من عمليات التلقيح الاصطناعي التقليدية وكانت نتيجة التجربة أن الباحثين استطاعوا الحصول على العديد من الأجنة السليمة والآن بعد شهور ولدت طفلتان حديثية الولادة يدعي الفريق أنهما أول شخص يتم إنجابه بوسطة إنسان آلي ويقول سينتياجو موني كبير مسؤول الابتكار في الشركة الإسبانية تخيل صندوقا يدخل فيه الحيوانات المنوية والبويضات ويخرج الجنين بعد خمسة أيام وأكد أنه يعتقد أن التلقيح الاصطناعي الآلي سيكون أقل تكلفة بكثير من متوسط سعر التلقيح الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية والبالغ عشرين ألف دولار وحاليا يولد خمسمائة ألف طفل من خلال التلقيح الاصطناعي في كل عام في جميع أنحاء العالم ومع ذلك فإن غالبيات المحتاجين لا يستطيعون تحمل تكاليف الأساليب الإنجابية الحالية لذا سيكون لهذا تأثيرا على العالم وخاصة في الدول النامية مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم